السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا هذا يسمى حكما قضائيا هذا المقطع اختلف فيه المفسرون كل فسره بطريقة من الطرق لان فيه تداخل الدين مع السياسي بشكل كبير فالذي عنده رؤية سياسية عميقة يفسره بمنهاج والذي عنده رؤية سياسية محدودة ربما قد يفسر منهاج مغير وقضينا معنى قضينا ان الله تعالى قد قضى وحكم قضاء لان كل شيء مبرم قادر مبرم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب الكتاب من هو الكتاب فسره بعض العلماء بانه اللوح المحفوظ كما ذكر الامام القرطبي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب يعني اللوح المحفوظ ربنا كتب القدر وما هو كائن للابد الامام ابن كتير في تفسيره فسر الكتاب هنا بالتوراة يعني ان اخبر بني اسرائيل في اول امرهم ما الذي سوف يقع وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين يعني تاريخ اليهود في عمر البشرية سيقعون في الافساد في الارض مرتين وسوف يعلون علوا كبيرا ولتعلون علوا كبيرا اي تتجبرون وتطغون وصراع كبير مع الناس ثم قال فاذا جاء وعد اولهما اي اول الافسادتين بعتنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد اي ان الصراع لن يدوم كثيرا سربنا قضى انه اذا كانت هناك فئة مستحكمة عندها القوة فانه يخلق قوة اخرى مضادة هكذا قالها ابن خلدون في مقدمتي في علم العمران ان دائما دولة عظيمة متسلطة ربنا لا يجعلها لها الدوام لان الدولة هي عبارة عن كائن حي تبدأ جانينية ثم تصير مراهقة ثم تصير الى الشباب والقوة والفتوة ثم تصير الى الحكمة في الاربعين ثم تبدأ في تشيخ ثم تهرم ثم تزول هكذا الدول مثل البشر فيحكي ربنا عز وجل ان بني اسرائيل سوف يقوون قوة عظيمة وللأسف سوف يفسدون في الارض فسيبعث الله عليهم من سوف يصارعهم بعتنا عليكم عبادا لنا أولي بأس جديد فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلدكم وسلكوا خلال بيوتكم لا يخافون من أحد وكان وعدا مفعولا هذا أمر قضائي وكان وعدا مفعولا إذا رجعنا الى التاريخ ما هي المرة الاولى والمرة التانية ربي قال لك مرحلة في الافساد علماء التفسير وعلماء الفكر والعقيدة يقولوا بأن المرة الاولى كانت قديما جدا وهي في عهد البابليين في دولة العراق حيث أن سيدنا سليمان عليه السلام سوف ينشئ السلطة كبيرة في فلسطين وسوف يبني الهيكل كما تقول الكتابات اليهودية وعاش سليمان مدة طويلة في الحكم كان يقيم العدل بين الناس وكان يأمر بعبادة الرحمن وكانت الحياة مستقرة فيها صلاح وإصلاح لكن بعد وفاة سليمان سيكتر الصحرة في عهد سليمان انتشر الصحرة فضيق عليهم وكان له حكم الجن وحكم الحيوان والطير لما توفي سيد سليمان وقع تمرد من طرف جيوشه لنجيشه كان يتكون من عسكر من بني آدم وآخرين من الجن وآخرين من الطيور والسباع والنمور فوقع الصراع ما بين الإنس والجن في مملكة سليمان بعد وفاته وترك كنوز كثيرة فالصراع تمخض عنه صرقة الكلوز بل إن سيدنا سليمان سيجمع علم الصحرة وسوف يكتبه في كتب ويضعهم تحت كرسي الحكم ولما توفي سليمان جاء إبليس ووزع تلك الأوراق وتطايرت في السماء فتعلم الناس السحر وتعلموا الصرقة وساد الفساد ثم إن اليهود الذين كانوا في أهد سليمان تقاتلوا فيما بينهم عن المصالح ويقال في كتب التاريخ أن الشعب اليهودي في تلك الفترة تحول إلى شبع صبات لم يعد هناك دولة قائمة وإنما صراعات وفرق أشبى بقطاع الطرق وتحولوا إلى تعرض إلى قوافل التجارية كل قفلة تجارية تمر إلا وتعرضوا إليها وسارقوها وكانت هناك قوافل تأتي من العراق ومن الجزيرة العربية وتعرضوا لها وسارقوها برمتها هذا دفع أحد الرؤساء الكبار يسمى بغتنصر هذا زعيم عربي وهو عراقي هذه الأحداث كانت في القرن الخامس قبل الميلاد القرن الخامس قبل الميلاد هذا البغتنصر معروف أنه سوف يشن حملة قوية في فلسطين وسوف يقوم بالهجوم على اليهود ويحطم هيكلهم قبل أن يتم بنائه وسبى الأطفال والنساء والأحبار وحرق التوراة يعني فعل بهم ما فعل فرعون من قبل قبل أن يأتي موسى فرعون كان يدبح رجالهم وييتم أطفالهم ويقضي على تراوتهم ويستحي نساءهم هذا بالضبط ما فعله هذا الزعيم العربي العراقي مختنصر وهذا يسمى في تاريخ بالسبه البابلي السبي البابلي لو سألت أي يهودي يقول هذا عهد أليم في تاريخ اليهود والمعطيات التاريخية تفيد بأن الجيش العراقي في هذا القرن الخامس قبل الميلاد قام بنهب أورشاليم وأشعلوا فيها النيران ودمروها تدميرا كاملا وقيل بأنهم خبأوا التابوت الذي اختفى منذ ذلك الوقت وبعد ذلك تم سبي اليهود وتفرقوا حوالي خمسين ألف وعدبوهم وسوموهم سؤال عداب هذا يسمى الإفساد الأول ربنا عز وجل يقول وقاضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لكن الدورة التاريخية كما قال ابن خلدون لم تستمر بعد مرور قرون وقرون بني إسرائيل سوف يتجمعون من جديد وسوف يتقوون من جديد فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رضدنا لكم الكرة عليهم يعني ربنا يخبر بأن اليهود سوف يجمعهم الحق عز وجل وقد كانوا متفرقين في قارات ودول مختلفة سيجمعهم ويعطيهم المال ويعطيهم العدد ويعطيهم الدعم السياسي العالمي ثم رضدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ربنا يحكي عن بني إسرائيل أنه سوف يكرمهم ويجمع شتاتهم ويعطيهم الأموال ويعطيهم الخير وينتظر منهم أن يحسنوا فقال إن أحسنتم إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وكأن الله تعالى يقول احذروا أنكم إذا قمتم بالإحسان فإن الله سوف يحسن لكم لكن إن أسأتم فإن الصراع سوف يكون بينكم قويا ربنا يحكي لنا بأن الإفساد الثاني وهو بعد حسب التأويل الكثير من المفسرين وعلماء الفكر والعقيدة الإفساد الثاني في قوله تعالى ثم رضدنا لكم الكرة عليهم يعني أنه بدأ منذ قيام الدولة اليهودية في 1948 وتم احتلال القدس الشريف في 1967 هنا سيكون العتو للفساد وسوف يحتدم الصراع العربي الإسرائيلي ويذكر المفكرون بأن الصراع ليس بدى فلسطين واليهود بل مع العراقيين لأن بوغ تنصر الذي سبى اليهود في بابل هو عراقي لهذا كان اليهود يتمنون زوال العراق وهذا الذي وقع كما تعلمون جميعا فقد عرفت العراق في القرن العشرين غزوا عسكريا كبيرا من طرف القوات الأمريكية وغيرها لإيجاد أسلحة الضمار الشامل وتم قتل العلماء تفكيك الجيش نهب التروات وصارت البلدة شيعا يعني فعلوا بهم كما فعلوا بهم القبل هذا معنى ثم رضدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة نحن الآن نعيش في المرحلة الثانية بعد هزيمة العراق ولهذا كيقول الله عز وجل في الصراع العربي الإسرائيلي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لاحظنا أن بعض الدول تطلب السلام مع إسرائيل وتطلب الهدنة والبعض الآخر يقولون السلام مقابل الأرض وليس السلام وليس السلام مقابل العدل والأصراع سيبقى هكذا إلى أن يأمر ربنا عز وجل بالإصلاح اليهود ربنا ذكرهم بالخير لما قال يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين كثيرا ما نقرأ في القرآن هذه الإشارات أن ربنا عز وجل كرم بني إسرائيل بنعمة الدين وعطاهم الدين قال يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في ذلك الزمن لكن أخبر ربنا عز وجل أن في الختام فإذا جاء وعد الآخرة الآخرة معناها قالوا هي نهاية الحياة الحياة تسير نحو النهاية الصراع سوف يستمر وسوف يقع المقاتلة ولكن في هذه اللحظة سيكون القوة للمسلمين لما يكونوا من أهل الإيمان واليقين فإذا جاء وعد الآخرة كما قال سبحانه وتعالى ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا هذا وعد من الله أنه سيأتي يوم قريب أو بعيد سيدخل المسلمون المسجد الحرام والمسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة لهذا لم نكن يأخذنا العجب لما كنا نرى تصريحات بعض رؤساء الدول خصوصا في المغرب كان المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه باعتباره رئيس لجنة القدس كان يقول والله سوف نصلي في القدس والله سوف نصلي في القدس لأنه كان يعلم بأن هذا أمر واقع ربنا كتبه في كتاب العزيز لما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معا لو تتبيرا يعني سوف يقع الصراع القوي والعياد بالله وسوف ينتصر المسلمون في نهاية المطاف إلى أن قال ربنا في الختام عَسَى رَبُّكُمُ إِنْ أَيَّرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ أُعُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا في الختام ربنا عز وجل يقول ماذا يريد ربكم من هذا الصراع ربكم يريد منكم أن يرحم بعضكم بعضا ربكم يريد منكم أن تبتعدوا عن الإفساد في الأرض هذه قاعدة إن عدتم إلى الإفساد عاد ربنا إلى العذاب وإن عدتم للتراحم فيما بينكم والتفاف فيما بينكم ربنا أعطاكم الخير وعشتم جميعا في سلم وأمن وأمن عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا ثم يذكرنا ربنا في الختام وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي أن جهنم يحصر فيها تكون يستجن الأبدي حصيرا يعني سجنا ما أخطره من سجن أن تكون جهنم يستجن الذي يحبس فيه المخلوقات الذين لم ينتظموا في منهج الله إلى أن يختم ربنا فيقول إن هذا القرآن يهدي للته أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنوا بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يمدح ربنا كتابه العزيز القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وأن فيه العقيدة واضحة بين وأنه جمع فيه عقائد اليهود وعقائد المسيحيين وعقائدين قبلهم القرآن يجمع كل شيء لأنه الكتاب الخاتم والنسخة النهائية التي بعتها الله تعالى لعباده وهذا القرآن العظيم يطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء ويلفت الانتباه إلى نواميس الكون وقوانين الطبيعة وينسقها مع الفطرة البشرية في اتساق كامل ويجمع كل جزئيات الديانة السماوية يربط بينها ويعظم مقدساتها ويأمر بصيانة حرماتها لكي تكون البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية تعيش في سلام ووئام هكذا ربنا يقرر هذه المبادئ في مقطع سورة الإسراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام في كل بقاع الأرض وأن يحرر البيت المقدس الذي خلد الله ذكره في سورة الإسراء ونقول كما قال المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه والله سوف نصلي في القدس والله سيأتي يوم بإذن الله قريب نصلي معا في القدس الشريف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله